يمكن عاد سمعوا معلي المستشوار محسن بالجهة اهو. المقرية. سلام عليكم يا سيادة المستشوار. سلام عليكم يا سيادة المستشوار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس السوط عندك لقرابت عشان عايزة تتتلم يا سيادة سيادة والدي وعلي. اتفضل يا فندم ان اذا بطلق. اضبطوا السوط عشان البارح كان السوط بالس خالف. لكن تمام السوط النهاردة كويس اتفضل. بالوقت انا كنت قاعد متابعة. انا استي كده والله انا سبعك عملتكم يعني الشتيمة والعموذ وهو الاخيره فبسك لقيت بليفون جاي ليه لقيت مخرج محترم بقيتلي فيديو كلزا النهاردة بفتح بشوف الفيديو حوالي حوالي بصدلي تقريئة احواب زي كده لقيت ايجا ايجا ده مش عبر فتح ده الجنان خلاص وصل لا 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 ها جراجه فقط عقل او انا مش راعد الله بقول ده مش ده ده شغل رجالة ده هذا البن ادم فقد عقله واقول الرب لله فقد عقله انت 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 بتشتم الخطيب ابني كذا واختريتي كذا متعربة ابني كذا انا مقدر اقول اعلارات احنا مبارح لما انا كلمتي مع ابو معاطي ذاكي كنت مفعل شوية الدنيا كلها تعالى بتعالى انت يا راجل ده انت مستمس لو قلتي لا كذا ولا كذا ولا كذا ده بتكلم على عمي شابسك الدنيا تعالى بتعالى اتعبر من كده انتراد المحترم ما يمتعش كده قلت له بوالله انا عارف بس انا بطلعا مش قولي ايه هذا البن ادم ما عندوش خط ما عندوش خط احمر ما بيش لمت عنده النهاردة اسمع الرابط ده بيقول البلد دي ما فياش راجل مصر مصر ما فياش راجل البلد دي بلده وانا عارف مين ده انت مين يا له ده مصر كلها رجالة واقل عيل وارجل منك انت مين انت مصر ما فياش راجل انا مش هكلم عني في شابسك انا مش هكلم عني في شابسكين الكهربة والتوفز ده افضح الاوفاد وقف في حرا زي ما اقولك ده بتربع في حرا وقف في حرا بيردح ها مصر ما فاش راجل واسألونا ما يعرف لا ده مصر فيها راجل محترم اوي 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 احنا اخترنا زعيم مش راجل بس ده زعيم 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 غصبنا عنك يا لها يا فاجد محاب القرن يا انظر خلق الله مصر كلها رجالة مصر كلها رجالة ورئيسنا ارجى الراجل وما يقولك مصر ما فاش راجل احنا مش انسيبك لو ما حاجش رفض عليك في البلد ديت وحطوك لحمه للطبيعي يا لها احنا مش انسيبك لا احنا نخرج لنبقى ده احنا بنقول البلد فيها قانون البلد فيها دستور البلد فيها 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 لا بنت تجاوزت كل حدودك وكل الخطوط الحمراء ده اردوغان ما ادارش يقوله على رئيسنا كده او على بلد دا كده ان بلد ما فاش راجل ولا ادخل راجل في العالم ولا ادخل راجل في العالم ولا ادخل راجل في العالم انظر بيها على مصر ما فاش راجل مصر كلها رجالة من اول ساسها من راسها لساسها ها مصر فيها رجالة انت بشايف هنوريك هنحطها في عجمة الطبيعي انت انسان محطور انت انسان محطوع انت عاديين الاخلاق والدمير والانسانية انت خلاص خلاص هو عمل كده انت عارف ليه يقوله محطش عايز يحبه وعمل يطق الابواب ويطفق بالتلفونات محدش بيرد عليه محدش بيرد عليه ومحدش معبه وهو مش عارف اني خلاص خطها الرابط خطها الرابط ويزودها ويزود المبالة بيه المبالة يقوله ايه مصر متعاش راجل يسألون انا عارف عارف مين يا له مش هل ما تبقى بيه انت رابط تكلم عا رجالة وبعد كده سيادة المرتفر اللي تتكلمي عبد الناصر عا رجالة اي با راجل ولما هو هو عبد الناصر في دان ده مش راجل فعبد الناصر في دان عنده بحوش بلده كل المراسة دي كلها بحوش ومصر عارف ومصر بخبص مش راجل ده انا عندي زناجرة احنا بنقول له ايه احنا بنحترب القانون وده انت القانون لما توصل لسيجك وتدراسك ورئيسنا ورئيس العالم كله وطول بخبص ما فاش فاق اللي همصر كل اهل الجلة وبكرة هتعرف ان فيه الجلة ومحمود الخطيب العظيم المؤدب اللي امه تتهان في القبر واخته ما هو خلاص بها مع محمود الخطيب ايش يعني اتشتن بوضم واختر والعلوم كذا الفاظة الفاظة ما نفعش هايلها لما مصر ما فاش راجل ده انت بتكلم على ميني هلا انت بتكلم على ميني هلا انت بتكلم على عمك وصيبك وتدراسك ها الرجل المحترم المؤذب الخلوق وانت توص ابنين توص ابنين من مصر ما فاش رجب لا مصر يكون لها رجالة وليلتك سودة مطينا فين ها ماش يعمليننا فيديوهات عظم انت بتقول انت تكون احل كذا انما تشتن الرجل المحترم الخلوق واخته مش عارف بيه لا الله 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 والله التالي كذا واللي مش عارف بايه لا 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 ماشي اسألونا انا مصر نفعش فاضل مينة نحن احنا بقى ننزل لقولوا فينا عندنا رجالة انا مهندناش وحيات المصحف عندي كفاءة ابعة اجيبه دلوقتي المصحف كفاءة ابعة اجيبه دلوقتي يو لا الاسل فليه لفوق عيب دلوقتي اجيبه هنعلمك العيب وانت عميك خبك العيبه لو عميك دورس في ايه مش معبرينك مش هيعبروك واخلاص شعوا ايشوا منك وزيكوا منك زودته قوي فضحتينه قدام العالم كله وجاي كمان كزود وتفرق بقى على قول الممكنين وتفرق بقى على العيال الشراميت اللي في الكلوات التركية ها يلحق يقولك يلحق المرشد قال على اسياده وعلى بيضه ما فياش راكل بيضي ربنا بيضي ربنا يا شعب مصر بيضي ربنا يا احزاوية يا جمالكاوية يا اي حد يا مصر كلها يتقال علينا يتقال فينا وواحد معطوه مختل عند امراض نفسية اللي مصر بتاش رجل انا مستعلان على خطيب رجل ما احترف وفيه مليون واحد هنفيده اللي باحترف الاوفاظ اللي قاله والصفات اللي قاله اللي يتسبب اللي وفده ديه مش موجود ولا القرابة المسكين دا يتقال عليك كذا دا يعيك كذا يعني قراب لك وبعدين يا شكرا والله العظيم محال الده بجي الوقت وتقتفع ولكنك مطر ما فاش راجل لا يا متخلف يا معطو يا معطور مطر كلها رجالة وبخرة هتشوف ولكنك مطر ما فاش راجل ولا فيها راجل لا احنا جزمنا به خليني اسم معك الرئيس عبدالفتاح السيسي وانت معايا لما قال الكلمة اللي أنا براهن عليها مفيش حد فوق القانون خليني نسمع مع سيدة المستشار محسن حافظ مستمر معنا خليني نسمع وناخد رأيه دا من أحد اللقاءات معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي بيطمنكم يا مصريين السيسي الدكر السيسي اللي أتل مخطط هدم مصر والعالم العربي والإسلامي السيسي اللي أدى بالغزاء السيسي اللي ربنا جعله سبب أن يحمي هذه الأمة ويجعلنا في هذه السكينة لا يمكن دولته يب في يوم من الأيام فيها بني آدم قدر فوق القانون أو حد يقول البلد مفقاش راجل أنت أعيل من أنك تواجه وأنا دين بقولك عبدالنصر زدان لو عتحبس دلوقتي لو راجل تعالى المهاكم يتحقق فيك في القضايا اللي أنا رفحها عليك لو راجل اتخلى عن العصانة بتاعتك خمس دقايق أنا اتحقق معايا خمسين ساعة في مية وعشرين بلاغ لو راجل تعالى المحكمة خمس دقايق مش عتطلع تاني وانت عارف كده نهايتك للهروب للسجن للهروب للسجن انت اللي مش راجل والعيال اللي حواليك الأناضيش اللي جاعدين يهددوا الناس أنا الأوليهم انهم يعرفوا حجمهم وخلاص زي ما قالك سيدة المستكار محسن قافظ انت تتجفء ثانية ولكن احنا دولة قانون ومستكين بالقانون لان رئيسنا علمنا ان احنا مع مؤسسات الدولة ومع القانون وكل ملايين الشعب المصري بتقول اسفين يا خطيب وأم محمود الخطيب أم للمصريين واحنا اسفين يا رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يطلع واحد موتور زي ده ويقول البلد مفقاش رجالة احنا اسفين يا رئيس ونقدر نجيب حقنا في ثانية لكن يا رئيس لو سمحت فعل القانون عليها وعايزين نعرف مين حامي ومين وراه اسمع معايا ومع سيدة المستكار محسن الحافظ ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد اللقاءات المهمة مش يغلك الصوت بس يا محمد تعالي دقيقة يا محمد يا صلح عبد الناصر اتفضل يا صلح عبد الناصر اهو اسمع اسمع معايا اسمع معايا اللي فوق القانون هو القانون اهو واللي فوق الحق هو الحق إنما حد يتصور يقولك لا 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 انا اعجب لكم بس من الاول تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا قال اهو اسمع معايا اهو اسمع معايا اسمع معايا يا رئيس يا رئيس انت اللي قلت لنا هو اللي فوق القانون يا سيادة المستشار محسن حافظ هو القانون واللي فوق الحق هو الحق وعايزين حقنا بالقانون يا رئيس اتفضل يا سيادة المستشار هو هناك دلوقتي هو قال يعني يعني قال كلمة هالكذا ام مش عايق ايه ام كا ام البلد دي بلد دي ما فاشنع ام ام اللي جابت ام اللي جابت ام 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 امك ها مصري كلها رجال وبقيتها تاني والله العظيم تلاتة بحلس بحلس ان اتتيجي دلوقتي ابحث اجيبك دلوقتي حلم بالكتش وحياة المسحف بالكتش ما معنى برضو منطاطل القرون ومنطاطل السيادة القانون ومستحملين لما فيه بقى بكده يعني ايوان يا رايس يا رايس يا ايام الاخوان ها لما شاتن لما شاتن شاتن وزير الداخلية شاتن وزير الداخلية اتتبالت بالله بالعمل المفاهد قال لي الحق ده فاحبص كوات ام مصر كلها راح اتجيبه يعني انا مش عارفة كانت بقى مش عارفة كانت طب كده بقى ايه ما هو كده بقى ايبا السلدة كانتها مش راجل ما انا عايزين نعرف مين اللي مش راجل مين اللي مش راجل ها اللي اتكلم ولا ايه انا عايزة بقى سيادت الله سيادت احتراماً لمشاعر المصريين المحترمين ها يا رجالة دي كلها رجالة وحياة المصحف كلها رجالة من رأسها السلسة ما ما نقول ايه زا الراجل دا ما تلمش وتحط في حجمه طبيعي مش هنسيبه ولي ايه ولي عجمي ما اي حاجة اعمل طيب ميش هنسيبه في اقراء قانوني في اقراء قانوني يحنا بقولك مبادح اتكلمت ومكالبت على عم الشكسة ها بقولك في ايه مش عابة ايه بحطة مكالبتك من المكالمة بتاعتك قلتلك والله انا عامل فيديو ويه يعني ايه بتكلم في ايه يعني واحده انا ده بحفظ حياة الناس بحفظ حياة الناس انت محفظتش حياة مصر كلها انت كده وهم ندمك كده على خير المصرين كلهم طب حضرتك في ايه ما حاجي شايفيبك ما حاجي شايفيبك ما حاجي شايفيبك في اقراء قانوني هتتخزوا ست المستشوار بعد الفيديو ده بتقول ايه في اقراء قانوني سوف تتخزوا بعد هذا الفيديو طبعوا جماعة ده احنا هنرفع قضايا باسم مصر كلها واعجب منه بيه قضايت ايه بقى قضايت ايه بقى واحنا قطع احنا مش قطع مش قطع والله ايه ما قطع و هو حارش و هو حارش الني في زنجرة و فيه ناس مبتحربش ينايه برضو برضو بديلت القانون وبنحفظ القانون وبنحترم القانون وبنحترم مش عارف بيه لالاناناناه باني مت بتزورتها هاوي بانت تزورتها هاوي متزورتها هاوي ايااااااااااهي ايااااااااااااااا الكلام دي فيه ا lembara ده الكلام ده ازيه في رئاب يا جماعة. كلام ده ازيه في رئاب. ده الكلام ده ازيه في رئاب. مش اضايا 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 ايه? اضايا ايه? وحصلت قولت بتقول حصلت ايه? ده كده اهزر كل حاجة في حياته. طيب يا ست المستشوار. اه باشكرك يكرا جزيلا ان اني محامين كتير كمن طلبوا المدخلات. وانا مستمر معك. شكرا جزيلا سيادة المستشوار محسن حافظ شكرا جزيلا. ازا المستشوار محسن حافظ يا جماعة يعلن انه هناك مجموعة من القضايا سترفع على هذا الفيديو.